موسيقى اهلا وسهلا بكم من جديد هنرجع تعيي ونكمل المنهج الخاص بالعلوم للصف الثاني الاعداد تحت رعاية واشراف وزارة التربية والتعليم احنا بالشكل ده تقريبا خلصنا كل التفاعلات الخاصة بالترم ده فهذا الحاجات بسيطة جدا لكن يهمني قوي لو انتو عملتوا سيرش على اليوتيوب عشان تشوفوا الحاجات دي عاملة ازاي يعني تفاعل السوديوم ده مع المياه عامل ازاي بالزبط والبوتاسيوم نفس الكلام حرق الماجنيزيوم الحاجات دي احنا هنا مش هنقدر نعملها عشان ده ستوديو مش مجهز لكن في حالة ان انت لو شفته في المدرسة او في اليوتيوب هيكون احسن بكتير لو احنا بقى عايزين نعمل تطبيق كده في البيت ما يكونش يعني حاجة فيها اي مخاطر نقدر احنا نعملها دي حاجة برا المنهج وليها نفس الخاصية بالزبط بتاعة سبغة ورقة عباد الشمس لو جبنا الورق بتاع الملفوف الاحمر او الكرمب الاحمر وابتديت ان انت تحطه على مياه وتغليه شوية وتصفيه هيبقى ليه نفس الخاصية بالزبط بتاعة سبغة ورقة عباد الشمس اللي انت كنت بتستخدمها علشان تفرق ما بين الاحماض والقلويات بعد ما بتحضر السبغة دي بتسيبها بس شوية تبقى في التلاجة مثلا يوم او حاجة وتبتدي تضيفها مثلا مرة على الخل اللي هو اصلا حمدي تشوفها تبقى لونها عامل ازاي مرة تاني تضيفها على اللبن هيدي لون مختلف تماما وهكذا وبالشكل ده تبقى انت حضرت سبغة بالزبط شبه السبغات الموجودة في المعمل وحاجة سيف جدا مش هيبقى فيها اي مخاطر تعالوا بقى نرجع لمنهجنا ونشوف الاسئلة اللي ممكن تجيلنا في الاجزاء اللي فاتت احنا اتفقنا ان من هنا ورايح هنكون معانا كل مرة مجموعة اسئلة من كتاب المدرسة او اسئلة بتبقى متوقعينها كده على الدروس اللي خدناها كل مرة هتكون مجاهز معاك ورقة وقلم عشان تبتدي تحل معايا تعالوا نبتدي مع بعض بص معايا كده على الاسئلة وابتدي حل معايا هسيب لك وقت وبعدين هرجع اقول الاجابات تاني اول حاجة فلزات احدية التكافؤ موجودة في اقصى يسار الجدول الدوري الحديث الفلزات دي هي الفلزات الموجودة في الاول خالص والاسمها فلزات الاقلاء واللي احنا اتكلمنا عنها في اول الحلقة بعدين مجموعة الفلزات التي تتفاعل بشدة مع الماء مكونة محليل قلوية هي برضو الاقلاء وعشان كده اصلا تسمت اقلاء جمع قلوية مجموعة اقلاء فهو ده سبب التسماء وهكذا لو قلت ان المجموعة اللي بتضم انشط الفلزات هي برضو مجموعة الاقلاء طيب تعالا بقى نبتزي من رقم اربعة غاز بينتج من تفاعل فلزات اول حاجة في مجموعتين الفئة اس اول حاجة في مجموعتين الفئة اس اسمها عناصر الاقلاء طيب الغاز بقى اللي بينتج من تفاعلها مع الماء اللي بيعمل الفرقعة والانفجار ده ده كان اسمه غاز الهايدروجين الناس دايما بتركز على اسم الدرس ايه وتنسى الحاجات الصغيرة اللي ممكن تبقى في التفاعلات ومش باين زي السؤال ده مثلا طيب احد منتجات البترول بيحفظ تحت سطحه السوديوم والبوتاسيوم السوديوم والبوتاسيوم بس مش اي حاجة تانية ده كده كان اسمه الكيروسين طيب لو قال لي بقى المادة التي يحفظ تحت سطحها عنصر الليسيوم ده كان مادة لوحدها خاصة للليسيوم وبس ودي كان اسمها زيت الفرافين تعالوا بعد كده نشوف اسئلة اكمل بس خلينا بقى على السكرين تعالوا مع بعض كده نشوف مجموعة اسئلة جديدة اول حاجة كده اكمل رتب العالم من دليف العناصر تصعوديا حسب نقط بينما رتبها العالم موزلي تصعوديا حسب نقط افتكر معايا ان من دليف لما رتب العناصر تصعوديا ما كانوش مكتشفين غير الوزن الزري وبس يبقى هنا كده هتقول الوزن الزري بينما رتبها العالم موزلي تصعوديا حسب موزلي في الوقت ده في سنة 1913 يبتدوا ان هما يرتبوا حسب العدد الزري طيب بعدين ما الاساس العلمي لتصنيف العناصر في الجدول الدوري الحديث في الجدول الدوري الحديث لما جوا من يرتبوا العناصر ترتبت حسب حكتين بس ما نساش اقول ان هي ترتبت تصعوديا يبقى بولا كده تم ترتيب العناصر تصعوديا حسب حكتين مبدئيا كده كان اول حاجة العدد الزري وتاني حاجة كان ترتيب او توزيع الالكترونات في مستويات الطاقة ومنساش ابدا السببين دول طيب تعالوا نشوف اللي بعده لو عايزة ان انا احدد موادع العناصر اول ما اشوف السؤال ده افتكر على طول ان انا محتاجة اعمل توزيع الالكتروني الاول وبعدين هافتكر ان عدد مستويات الطاقة هي اللي بتحددلي انا دلوقتي في انهي دورة بالضبط ولما اجي ابص على المستوى الاخير هيقولي ده في انهي مجموعة تعالوا نشوف كده حاجة زي هايدروجين وان عشان ابتدى ان انا ارسمه اهو وان وبعدين هوزع الالكترون الوحيد ده بره بالشكل ده يبقى انا عدد مستويات الطاقة هنا واحد بس يبقى انا كده ده رقم الدورة هتبقى الدورة الاولى لان عندي مستوى طاقة وحيد طيب ومستوى الطاقة الوحيد اللي هو الاخير برضو في واحد الكترونه بس يعني بالشكل ده رقم المجموعة هي المجموعة واكتب جنبها اي ويبقى انا كده حددت موضع العنصر اتش في الدورة الاولى والمجموعة اي تعالوا للبعده نيون تن نفس الحركة بالزبط هاي اقوم عاملة نواي فيها العدد الزارجي ده بيساوي عدد البروتونات الموجبة وبعدين اوزع اخوتها الالكترونات نفس الرقم بالزبط تن يبقى انا هبتدي اول واحد بيشيل 2 electrons واسمو ك واللي بعده اسمو L وبيبقى شايل 8 electrons عدد مستويات الطاقة بيساوي رقم الدورة يبقى رقم الدورة هنا 1 2 يبقى دي الدورة التانية طيب مستوى الطاقة الاخيرة هو مكتمل بالالكترونات يبقى بالشكل ده انا في المجموعة الصفرية يبقى رقم المجموعة هي المجموعة الصفرية او هقول رقم المجموعة رقم 18 تعالى بعد كده على كالسيوم 20 نفس الحكاية اهو بلاس 20 انت اشتغل معايا بقى وشوف الاجابات عاملة ازاي اتنين تمانية تمانية اتنين بعدين بنفس الطريقة رقم الدورة هنا هي الدورة الرابعة اما رقم المجموعة هنيجي هنا عندي اتنين اليكترون يبقى دي المجموعة 2A وهكذا كمل انت بقى السوديون مع نفسك طيب في سؤال ممكن يجيلي بطريقة مختلفة موجودة عندك في الكتاب بيقول لي العنصر X بيقع في الدورة الاولى ارسمه قبل منسى اهو كده نواه واعمل مستوى طاقة واحد وبس والمجموعة الصفرية يعني المستوى الوحيد ده مكتمل بالالكترونات وانا عارفة ان مستوى الطاقة الاول ده اسمه K وبيمتلئ باثنين الكترون يبقى بالشكل ده العنصر X لما اجي عايزة اعرف هو عنده العدد الزري كام هقول ان العدد الزري بيساوي اتنين يبقى مبدئيا العدد الزري بيساوي اتنين طيب ماشي تعالي على العنصر Y بيقولي هو في الدورة التانية يبقى فيه اتنين مستوى طاقة اهو اعمل نواه واثنين مستوى طاقة اول واحد هملاذ للاخر ماليش دعوة بيه انا ببص على اخر مستوى اخر مستوى هيقولي فيه كام الكترون دلوقتي لما يقولي رقم المجموعة هو بيقولي المجموعة 3A يعني فيه تلاتة الكترون اهو بالشكل ده يبقى العدد الزري الرقم ده زائد الرقم ده اتنين زائد تلاتة بيساوي خمسة يبقى العدد الزري هنا بيساوي خمسة سهلا؟ طيب لو عايز نعلى ليفل اكتر ونبتدي ان احنا نشوف سؤال بطريقة اصعب شوية ايه العنصر اللي بياليه في المجموعة وايه العنصر اللي بياليه في الدورة السؤال ده محتاجك ان انت تبقى عارف في الدورة احنا بنزيد ازاي والمجموعة ازاي احنا في الدورات بنزيد كل مرة واحد الكترون يبقى لما يجي يقولي العنصر اللي بياليه في الدورة وش كده اقوم اي لأ خمسة زائد واحد يعني بيساوي ستة الكترون طيب والعنصر اللي بياليه في المجموعة في المجموعة انا بزود مستوى كامل يعني بصوا كده هيبقى في حاجة هنا في النص تانية وده عشان املالي الاخر يعني يحط تمانية الكترون يعني هيبقى تنين زائد تمانية اللي احنا لسا مزودينه زائد التلاتة الرقم ده يعني هيبقى اللي وراء العدد الزارجي بتاعه ايكوال كم 13 يبقى انا علشان ازود في الدورة الواحدة هزود واحد الكترون علشان ازود في المجموعة هزود تمانية كاملين تعالوا للبعده العنصر زد يقع في الدورة التالتة والمجموعة 7A الدورة التالتة على طول ارسم ثلاث مستويات طاقة وسميهم K L M اول اتنين هملاهم اتنين وتمانية والمجموعة 7A يعني في عندي 7 إلكترونز اهو عشان احسب العدد الزارجي كالعادة انا بقوم عاملة ايه كلهم زائد بعض يبقى العدد الزارجي بيساوي 17 طيب العنصر اللي يليه في المجموعة خلاص انا اتعلمت بقى 17 زائد 8 يعني 25 طيب وبعدين العنصر اللي يليه في الدورة يبقى 17 دي زائد واحد يعني بيساوي 18 ويبقى انا كده خلصت الاسئلة اللي ممكن ان هي تجيلي فيه يا اما حدد موقع العنصر او الاسئلة اللي بتقول لي اعرفلي العدد الزارجي من المكان اللي انا عارفة موقعه تعالوا بقى بينا نكمل الاسئلة هناك احنا دلوقتي بنكمل اسئلة جديدة لكن اختيارات بقى دلوقتي هو بيقول لي تبدأ اي دورة من دورات الجدول الدوري بعنصر فلزي ولا شبه فلزي لا فلزي ولا خامل الكلام ده كان في الدرس التاني احنا اي دورة في الحياة دايما بتبتزي بعنصر فلزي قوي لو ها مش جايب بصيرة فلزي قوي في الاختيارات يبقى اختار فلزي وخلاص تاني سؤال بيقول لي يتصاعد غيز نقط عند تفاعل السوديوم مع الماء السؤال ده مهم جدا وبيتكرر كتير جدا جدا الغاز اللي بيتصاعد في تفاعل السوديوم مع الماء هو الهايدروجين وهو ده اللي بيعمل فرقعة ما تنساش ابدا ممكن يقول لي وضح سلوك العناصر مع الماء ويذكر لك عناصر اصلا ملهاش تفاعلات كيميائية كنا بس بنقول الكلام كده من غير ما نقول هتعمل ايه في شكل تفاعل يعني مثلا الحديد ده كان موجود عندنا في الجدول ان هو لا يتفاعل الا مع الماء السيخن او بخار الماء في درجات الحرارة المرتفعة انت مش كاتب هنا تفاعل انت هنا كاتب كان ازاي ايه سلوكه هو مع الماء بس كده طيب لو قالك تفاعل الفضة مع الماء هي الماء اصلا مش بتتفاعل مع الفضة وعلشان كده كنا لما بنيجي النظفها عادي غالص بالنظفها بالماء وهي ما بتتأثرش بتشيل الطبقة بس اللي فوق اللي هي لونها مسود فانت هتيجي هنا كده وتقول ان الفضة لا تتفاعل في الاساس مع الماء نكمل مجموعة جديدة من الاسئلة بيقول لي اكمل عناصر يحتوي غلاف تكافؤها الاخير على اكثر من اربع الكترونات افتكر معايا كده اربع الكترونات لما اجي زود عن كده يعني انا هكتسب الكترونات يبقى في الحالة دي انا بتكلم على عناصر اسمها اللا في الزيت طيب السؤال ده مهم جدا جدا بيقول لي اضطر من دليف لوضع اكثر من عنصر في خانة واحدة هاكد عليك قوي ان العناصر دول هم كانوا ثلاثة من دليف حطوهم مع بعض عشان هم متشابهين جدا جدا في الخواص بتاعتهم هم مين؟ هم الحديد والكوبلت والنيكل لما يجي بعد كده يقول لي حدد موقع العناصر بقى وبيقول لي حدد موقع عنصر اكس وعنده 11 إلكترونز هو ده اللي انا قلتلك عليه هناك حلو مع نفسك السوديوم برضو هعمل التوزيع الإلكتروني 2, 8, 1 وبعد كده انا عندي 3 مستويات طاقة يبقى ديه في الدورة التالتة اخر مستوى فيه 1 إلكترون بس يبقى هوا في المجموعة 1 إي طيب عكس معي قال لي اذكر العدد الزاري لعنصر موجود في الدورة التانية يعني انا عندي اتنين مستوى طاقة اهو اول واحد في اتنين والمجموعة 1 إي يبقى انا عندي اتنين إلكترون واحد إلكترون إيكويل 3 يبقى العدد الزاري هنا 3 وبس واخيرا اكتب المعادلة الكيميائي الموزونة خلاص تعلمنا بقى نعمل الوزن الكيميائي التي تمثل تفاعل الماجنيزيا مع حمض الهايدروكلوريك المخفف في الحالة دي انت هتفتكر التفاعل وفتكر ازاي هنعمل الوزن الكيميائي الخاص بي علشان أساعدك الماجنيزيا كان من الفلزات القوية اللي بتحل محل الهايدروجون طيب وبالشكل ده بقى تعالوا نفتكر مع بعض المعادلات الكيميائية بالمار كنا بنقول ان اي فلز بيبتدي ان هو يتفاعل مع الاكسجن لازم يكون طالما فيه اكسجن هنا يبقى فيه حرارة لان ده حرق فهيدي اكسيد قاعدي وبالشكل ده يتكون عندي 2MG plus O2 يدي 2MG O وما انساش ابدا تريانجل على السهم طيب ماشي الاكسيد القاعدي ده دايما دايما لما بيبقى بيدوب في المياه بسميه قلوي لو ما دبش في المياه يبقى انا في الحالة دي هسميه قاعدي زي ما هو وبس كده مين الحاجات اللي كانت بتدوب في المياه زي اكسيد الماغنسيا اما اكسيد الحديد افتكر كويس جدا جدا ان هو لا يزوب في المياه طيب تعالى بعد كده على تفاعل اللافل الزيت مع الاكسوجين تفاعل الحرق يعني C plus O2 هيبتدي ان هو يديني CO2 وبعدين افتكر ان انا لما باجي اضيف مياه على الاكسيد الحامدي بيدي حمض يعني CO2 plus H2O انا كده باضيفهم كلهم مع بعض بقوا مدي H2CO3 وتعالوا كده ان احنا نطبق بقى وزن المعادلات على السكرين تعالوا كده بقى نجرب مع بعض وزن المعادل لو هيك هيتمكتوبة بالشكل دي Mg plus O2 وبعدين MgO انا هبص هنا Mg لو الفلز يعني طلع واحد Mg برضه خلصت الفلز هلاقي ان مفيش لا فلز وبعد كده هبص للأكسوجن كان اتنين وطلع واحد بس يبقى لازم احط هنا 2 وبعدين ارجع عيد من الاول الماجنيزيوم كان واحد وطلع بقى اتنين يبقى ارجع احط هنا اتنين بالشكل ده لما ارجع تاني هلاقي ان 2Mg طلع 2Mg بعد كده O2 طلعت 2O ما هي هي فخلص كده المعادلة موزونة ومنساش احط تريانجل تعالوا هنا لللافلز C plus O2 C واحدة طلعت واحدة واثنين O طلعت اتنين برضو فكده مفيش عندي مشكلة ومفيش تعديل في الارقام علشان نفهم دي اكتر مرة وو اتش في المرة التانية وابتدي اربط دي معاهم يبقى اللي عندي كده H2 في عندي اتنين اتش اهو وبعد كده CO3 وبالشكل ده يبقى احنا وزننا اول مجموعة معادلات تعالوا نكمل بصوا كده معايا للمعادلتين دول ودول اخر كده معادلتين لما يجي يقولي Mg plus 2HCl مبدئيا منساش تضيليوتد في الحالتين لان الفلزات بتتفعل عندنا مع الحمض المخفف وده اللي كان في السؤال Mg مع 2HCl انا عارفة ان Mg اقوى من اله هتقعد مكانه يعني تشيل ده كده وتبقى في المكان بتاعه يبقى اصناها MgCl2 وبعدين هتيجي اله اللي طلعت دي طلعت اهي في سورة غاز متصاعد تعالوا نوزن المعادلة 1Mg طلعت 1Mg برضو طيب الاتنين دي مرة رايحة لله ومرة رايحة لله اهي طلعت مرتين اهي في اله ومرتين في اله يبقى كده عندي المعادلة موزونة اما في حالة النحاس فما فيش تفاعل اصلا فمش هاوزن حي تعالوا بقى نكمل مع بعض بقيت اللي سلايدز هفكرك هنا بقى بالفلزات وتفاعلها مع الماء عشان نبقى راجعنا على المعادلات الكيميائية اللي عندنا بوتاسيوم وسوديوم بيتفاعلوا لحظيا مع الماء وبيتصاعد غيز الهايدروجين طيب بعد كده الكالسيوم والماغنيسيوم دول بيتفاعلوا بس مع الماء البارد مش اكتر من كده الخرسين والحديد بس بيتفاعلوا في درجات الحرارة الشديدة مع بخار الماء ويبقى فاضل عندي كده النحاس والفاضة اللي اتفاقنا ان هما لا يتفاعلوا ابدا مع الماء جمعتلك سور السوديوم وهو بيتفاعل مرة مع الماء والفوتاسيوم والماجنيسيوم بصي كده بالنسبة لتفاعل السوديوم مع الماء احنا عارفين انه بيعمل فرقعة متوسطة اما الفوتاسيوم فبينفاجر بشكل كبير ودي الصورة اللي عندي اهي اما بعد كده للمكالسيوم والماجنيسيوم هما مش بيتفاعلوا غير لو لقوا ماء بردة وبيتفاعلوا ببطء جديد جدا 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 ويبقى بالشكل كده النهاردة احنا كملنا مع بعض التفاعلات الكيميائية ورجعنا عليها وعملنا عليها الاوزان الزرق في المرات الجاية هنبتزي نتكلم على مجموعات تانية موجودة في الجدول الدوري الحديث هي مجموعة موجودة في الفئة فيه وبعد كده المجموعة الصفرية ويبقى احنا كده تأكدنا مع بعض ان الخواص بتاعة المجموعة عمتا بتبتزي تتدرج وتمشي في المجموعة كل منزلنا لأسفل يعني كل ما زودنا لعدد الزرق احنا كده خلاص خلصنا كلام النهاردة بالشكل ده مطلوب منك تذاكر كويس جدا وخاصة المعادلات الكيميائية اشوفكم على خير ويا رب دايما تكونوا في احسن حال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة